برحب فيكم مستمعينا لهذا الصباح رح ننطلق الآن وإياكم في أولى محطات برنامج وين عالم الله مع جائزة تمنح تقديرا لنتاج علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية وأيضا الإسهام في حل المشكلات ذات الأولوية محليا عالميا وإقليميا ونشر ثقافة البحث العلمي مستمعينا كانت هذا العام هذه الجائزة من نصيب فلسطين ليحصل عليها الدكتور مصطفى جلال أستاذ علم الحصوب في جامعة بير زيت يسعد صباحك يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله أمورك تمام الحمد لله ماشي الأمور وشكرا للاستضافة وشكرا لراديو رمالة وين عارة مالة أهلا وسهلا فيك العفو هذا واجبنا يعني أول شيء ننبارك لك وإحنا كلنا فخورين بإنجازات حضرتك وحصولك على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب هذا هو أكيد فخر فلسطين بالناس الباحثين واللي دائما بفلسطين فيهم تتطور أهلا وسهلا فيك قبل ما نتعرف على البحث العلمي والمجالات التي حضرتك قدمتها لا تفوز بهذه الجائزة لو بفكرة وسيطة تطلع مستمعين ومشاهدين عبر صفحتنا على الفيسبوك عن جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب إيش هي فكرة هذه الجائزة؟ هذه الجائزة تعطى التميز بمجمل الأبحاث العلمية للباحث وهي لا تشمل فقط فلسطين والأردن هي المؤسسة مقرها الأردن وهي تاب على مؤسسة عبد الحميد شومان والتي كمان تاب على البنك العربي فهي فلسطينية أردنية بامتياز وهي من أوائل المؤسسات التي تعطي جوائز للباحثين العرب فهي تعطى لمجمل مسيرة في البحث العلمي بشتى المجالات السنة كانت ست مجالات وكان يعني اللي عرفت أنه تنافس حوالي 351 أو أكثر وتم يعني آطاء 15 باحث في الوطن العربي هذه الجائزة حالو كتير حكيت حتى أنه ست مجالات الحقولة التي تبحث فيها الجائزة في أي مجالات بالتحديد؟ هم بيتطرقوا من سواء أن كانت الطب والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والزراعة حتى التكنولوجيا والزراعة حطينهم مجال واحد فهي يعني في شتى المجالات تقريبا يعني هي بتخطي مغلوم المجالات جميل جدا طب بما أننا نحكي ونخوض أكثر بجائزة عبد الحميد شومان حالياً اللي أنت حصلت عليها عنا حوصبة اللغة العربية عنوان البحث العلمي الرئيسي اللي حضرت قدمتها ولي من خلاله فزت بالجائزة طبعاً عن مجمل أعمال أو بحوث قدمتها في إيش كانت فكرة هذا البحث؟ نحاول نفسر المصطرح هو يعني شوية حوصبة اللغة العربية يعني أنه إحنا نتخيل يعني نحاول نبسط المفهوم كثير أنه المستخدم العادي بدي يتعامل مع هاتفه أو جواله تمام وبد ممكن يحكي معاه وكله اتصل لي على فلان أو اطلب لي أكل وفلان فإحنا نتفاعل مع الحاسوب أو الهواتف النقالي ممكن نكتب طبعاً بحالة التفاعل لازم الكمبيوتر يقدر يفهم لغتنا وحولها لنص والنص يفهم معناها ويقدر طب نفله آلية معقدة جداً آلية معقدة جداً هذا يعني النجارات الذكاء الصناعي صحيح وكذلك لو حتى على الحاسوب العادي بدنا نبحث على جوجل بدنا نكتب ملف وكون بدنا مدقق إملائي مدقق قواعد وتطبيقات مهولة اللي هي يعني الحاسوب لازم يفهم اللغة عشان يقدر يعني يعطي حدمات المواطن وأتوقع هي بتكون مفهوما للحاسوب أو إنها بتكون مترجمة بالإنجليزية مش موجودة بالعربية صح؟ ولما قالها علاقة لا هو الحاسوب لا هو الحاسوب حالياً يعني زي المدقق الإملائي في مايكروسوفت ويرد لا هو فيه يعني آلية بسيطة اللي يفهم بعض الكلمات من أجل معرفة إنه فيها أخطاء إملائية نعم وحتى التحويل صوتي صوتي إلى نصوص لا هو يتم عبر آليات يعني هي بتحاول تفهم العربي ولكن فيها ضاف شديد لو كارننا زي الترجمة الآلية كمان لو كارننا كل جودة الخدمات اللي لها علاقة باللغة العربية وقوائد بيانات لغوية من أجل خدمة هذا التطبيقات نعم إحنا في جامعة برزيت من 2009 شكننا فريق ونشتغل آبحاث جدية خدمة اللغة العربية وكان على سبيل المثال مثلا حوسبنا المعاجم العربية وجمعناها المعاجم العربية 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 والعربية يعني مع لغات أخرى ثنائية وثلاثية اللغة وعملنا قائدة بيانات فيها كلها وهذا طبعا يعني هذه خطوات هذه يعني احنا ما منكون منحل كل المشاكل خطوات كمان كمنا في شيء آخر اللي هو حوسبة اللهجة العامية كمان لا احنا منكتب على الفيسبوك طبعا احنا لا انا شخصيا لا ادعم اللهجة العامية طبعا هي بس الكلام مش الكتابة ابدا ولكن لا احنا لما نتحدث مع الجوال نحكي بله جتنا نحكي بله جديك صح او على الاقل حتى لو حكيتي فصحة بس يعني فيه فرق في النطق بين الفصحة في فلسطين والفصحة في المغرب صح في طريقة النطقة احيانا فمن اجل فهم الحاسوب والتطبيقات انها تفهم اللهجة العامية لازم نسوي اشياء فاكمنا بكل فخر انا بقول ان احنا كنا كأول لهجة عربي بتم حوسبتها حلو حلو كتير جميل جدا فعلا يعني انه كيف فكرتوا بهذا الموضوع حتى بتوقع ان هيك تتلسب كل الاعمال يوم يجي مثلا نحكي طفل عمره عشر سنين ده يحكي مع التليفون مع جهازه اساسي يبحث عنه سيحكي بالفصحة مش رح يحكي بالفصحة سيحكي باللغة العامية فبلهجته وحتى من اجل كمان يعني اصدار برامج تعليمية للغة العربية يعني هذه احنا كضياء يعني شؤوننا وكضياءنا غير يعني هي مش لغوية هي حاسوبية بالاساس صحيح بيبان حضرتك تكنولوجيا انا هذا كان سؤالي يعني احنا عم نحكي هون كيف ربطوا اللغة العربية وكيف عملتوا على حل مشكلة وهو بالاساس انها هاي الجائزة بتمنح لالابحاث العلمية ولكن اللي بتعمل على حل المشاكل فايش المشكلة الفعليا انتو هاجهتوها وكيف ربطوا العربي او اللغة العربية بالتكنولوجيا يعني هو مثلا نعطيكي مثال بسيط لو انت بحثي على او ترجمتي ترجمت الان جميع الطلاب بروحوا لجوجل ترانزليت على مترجم جوجل وبترجموا الكلمات من هناك يعني طبعا ليس يعني تنقيصا من جوجل ولكن جوجل يعني كفاءته اذا كان في جملة طويلة كل ما حتى كانت الجملة اطول بيكون دقته اطول بس اذا حطيت كلمة واحدة على لجوجل جوجل بتخربش يعني فحطي له مكلوبي فحطي له مكبلات فحطي له فبطلع الكلمات بطريقة صادمة وخاصة اذا كانت مصطرحات علمية بتطلع حتى فيها تشويه صح هلا من اجل حل هذه المشكلة المشكلة بسيطة على فكرة هي المشكلة اللي ليست معقدة طبعا فيه كمية ضخمة جدا من المعاجم الموجودة ووجهود عملاقة للمؤلفين للمعاجم ولكن فيه فجوي كبير بين المعاجم المطبوعة والناس صح فجوي يعني كبيري جدا فإحنا كمنا بتجميء هذه المعاجم وحوسبتها كلها وبطريقة سهلة جدا حتى هي طريقة الترجمة في عنا أسهل من جوجل وأول جودة الترجمة طبعا ترجمة الكلمات وليس ترجمة الجمل الجمل احنا نحكي عن كلمات صحيح الكلمات صحيح هو أدق بكثير من جوجل حالو طب بما نحكي عن هاي الدقة وهاي الانترجية الكبيرة كيف أنا ممكن أني أنا كمستخدم أني حاليا أني أستخدم هذا البحث ولا لسه ما داخل حيث التنفيذ لا هو البحث مطلق محرك البحث المعاجم هو مطلق ويعني في عشرات آلاف الناس يوميا أو حتى يعني أكثر حتى يوميا بيستخدموا هو موجود على موقع الجامعة وبيستخدموه وكمان بالنسبة لللهجة العامية حتى إحنا يعني كانت جهودنا ترمي يعني لدعم تطبيقات حاسوبية ولكن وجدنا شيء آخر اكتشف أنه مستخدمين هذا الموقع هما مش الحاسوبيين الذين يتعلموا اللغة العربية يعني المنتقيين بغيرها لأنه هاي بييجي واحد أجنب يتعلم اللغة العربية ويعني هو بيتعلم شيء وبينزل على الشارع بسمع شيء آخر فإيش بدي يعرفوا شو معنى الكلمة هاي أو هاي أو كيف تنطق فبيستطيع يبحث يعني إحنا حوسبتنا لللهجة العامية كانت إنه كل كلمة في اللهجة العامية يعني إلها مقابل فصحة ولها مقابل بالإنجليزي وهذا الإشي بيمكن الناس الناطقين بغير العربية كلغة أم إنهم يعني يبحثوا سواء كان باللغة الإنجليزية أو إذا بيعرف فصحة أو إذا بيعرف عامية ومش عارف معناها بدونوا حشوف كمان إيش تنحكى بالفصحة وإيش معناها بالإنجليزي فيوجد على هذا كله على موقع يعني جامعة بيرزيت يعني أو لو بحثوا اسمه كراس الموقع اللهجة العامية اسمه كراس لو حد حط كراس بيرزيت بيلك أو الأنتولوجيا العربية برضو بيستطيع أنه يوصل يعني إلى المعاجل جميل طب بعد هاي الخطوة دكتور مصطفى إيش رح يكون بالنسبة للبحثة العلمية اللي مقدمة من دكتور مصطفى خاصة أننا نحن نحكي عن مجمع يعني ما بحكي عن بحث واحد اللي توصلتها حضرتك بل بالعكس أنت ما شاء الله كل مرة عم بتطور بشي جديد يعني بتخيل من أحد الأشياء اللي هلا يعني هيك حط حط دالي أحلها اللي هي مشكلة تفهم المعاني احنا ما بيكفي فقط إنه الحاسوب يفهم الأشياء يعني معاني الكلمات العامة جدا ولكن الفروق بين الكلمات فيعني لو حكينا للجوال متى شروق الشمس بيستطيع الجوال على فكرة يجاوبنا بجاوب Sunset وSunrise نبعرفهم هذول الموجودات بالإنجليزي بالتالي بيعرفهم أو مدي حتى هذول الثلاث أوقات بيعرفهم بس لو سألنا له وكنا له ما هو وقت الضحى ما رح يعرف ما رح يعرف ما بيكفي الفرق بين الضحى والفجر والغسك والأصيل والظهيرة هاي هذا فوق فن اللغة العربية فحتى هذه الفروق وهذه الدلالات تاعة الكلمات هذا أتوقع هي المشكلة اللي احنا قاعدين نشترع لها مال حيلا إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله يعني نتمنى لكم فعلا كل التوفيق مشروع جميل جدا اللغة العربية تستحق إنه فعلا الناس إنهم يعتنوا فيها ويضلوا يطوروا منها عساس إنها ما تندثر يعني بالوجود اللهجة العامية يعني صدقا فبدأ أشكرك كتير دكتور مصطفى جرار أستاذ العلوم وعلم الحاصل في جامعة بيرزيد شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك شكرا لكم وشكرا لها الاستضافة أهلا وسهلا